تفكرين لما قلت لحضراتكم ان التلاتة اللي استبعدوا من معسكر المنتخب بعد مباراة جيبوتي الاخيرة لما طارق حامد وامام عشور وحسين الشحات الباب ما تقفلش في قشوهم نهائيا وان فيتوريا والد ان يستدعيهم مرة اخرى وان يبقوا موجودين مع منتخم مصر في كأس الامم الافريقية مصدر في الجهاز الفني لمنتخم مصر قال لنا في رقم عشرة ان القائمة الاولية لمنتخم مصر لكأس الامم الافريقية اللي هتبقى خمسين اسم تتضمن اسماء السلاسي طارق حامد وحسين الشحات وامام عشور طيب هل ده معناه ان التلاتة خلاص كده بما انهم في القائمة المبدئية هيبقوا اكيد موجودين في كأس الامم الافريقية لا اسماء قائمة مبدئية يعني ايه يعني ممكن يستبعدهم وممكن يسيبهم طيب لو اقع عنده النية انه يستبعدهم او خلاص عاقبهم او يستبعدهم من بعد مباراة جيبوتي لو كان عايز بقى يستبعدهم تماما ما كانش يحطهم دمن الخمسين اصل اساسا يعني بس بما ان الباب لسه مفتوح فهو حطهم في قائمة الخمسين هياخدوا التلاتة بقى معافكس الامم مش هياخد التلاتة معافكس الامم وياخدوا واحد او اتنين مش هياخد التلاتة خالص دي حكاية روي فيتوريا اللي هنعرفها ونفهمها في المباريات القادمة او في الايام القادمة ان شاء الله ده فيما يخص السلسي موسيقى موسيقى